الدرس 6 الخط المفتوح والخط المغلق الخط المستقيم والخط المنحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الخط المستقيم والخط المنحني إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً أستكشف أراد الأرنب أن يصل إلى الجزر من أقصر مسلك أرسم هذا المسلك على المتاهة هكذا قمنا بمساعدة الأرنب على الوصول إلى الجزر من أقرب مسلك أتدرب واحد ألون ألون بالأحمر الخطوط المغلقة ألون بالأزرق الخطوط المفتوحة لدينا الخط الأول مفتوح نلونه بالأزرق الخط الثاني والثالث هي خطوط مغلقة إذن سنلونها بالأحمر هكذا أما الخط الرابع فهو مفتوح وسنلونه بالأزرق اثنان أكمل رسم أكمل رسم الحلزون بخط مفتوح أكمل رسم السلحفاه بخط مغلق أوظف لأحصل على جزء من شراع السفينة أرسم أرسم خطوطا مستقيمة تربط بين نقاط العمود والنقاط الموجودة على يساري أقيم أزين الزربية بثلاثة خطوط مفتوحة وثلاثة خطوط مغلقة أرسم خطوط مفتوحة أرسم خطوط مفتوحة أرسم خطوط مفتوحة ترجمة نانسي قنقر